اتصل بقى بيقول لي في ميد غمر بتوع استوانات الغاز هناك بيعرفش بيسرقه كام ألف ولا كام مليون كل يوم من الغاز ليه؟ لأن كل حاجة المنظومة فيها مش محكومة كده عاملة كده هون كل حاجة مفتوحة لبرة عندنا في مصر فتيجت ودعدين بقى رئيس الدولة قولي احنا بنعمل كذا بنعمل كذا يا ريس انت بتعمل ده بيروح من المسؤولين الصغيرين الدنيا بتتفتح يعمل زي اللي شاء الفلوس في الشكرة من غير أعر واقعة من أولها فأنت يعني يعني وبعدين وبعدين إيه ده اسمه إيه ده إيه اللي احنا بنعمله ده فأنت لازم تنجي عامل حاصر الكلام ده تلاقي كل جنيه يتحسب كده كل جنيه يتحط ميزانية من الدولة سواء بقى جايبها من موارد الدولة بيع وشيرة واستراد وتصدير وكلام من ده أو جايبها ديون من برة أو جايبها ديون خارجية أو سندات أو أين كان المصدر اللي الميزانية بتتعامل بيه اللي هي أكتر من 900 مليار دي أين كان بقى المصادر معانينا من كده أنت هتم جاي إيه يعني مدخل هذه القيمة بشكل معين وتعرف تحسب كل جنيه راح فين حقيقي يعني أحمد وصلوا كذا التاني كذا اسماعيل كذا عز الدين كذا كل واحد وصلوا كم من هذه الميزانية حقيقي بشكل واضح ومنظم بهذه الطريقة حديقة تقول لي طيب عندنا بقى عملينا ترجمة نانسي قنقر